الله أكبر يا شيخ لا لا يا ابني يا ابني ما السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال شوشو طبين مقتج من لعبة أرك مودد بداية اللهم صلي على محمد طبعا يا شباب اذا ما اكتبوا مش يكم في القناة اشتركوا في القناة وعطونا لايك وخلونا نبدأ طبعا يا شباب يعني عشان اذكركم متابعين ارك اتمنى انكم تزيدون تفاعلكم شوي لان المقطع الماضي وصل 150 لايك وما كان بالعادة يعني انتم دائما توصلون بيتين لايك وفوق المقطع الماضي ما دلي ليش يعني صير تعبان عموما المقطع هذا اتمنى يعجبكم خلونا نبدأ طيب يا شباب سويت اشياء خلف الكواليس يعني ما هي كثيرة وخلينا نوريكم ايش سويت بالضبط لما اشنا في الحلقة الماضية روضنا مع بعض الفليم كرفن كان جدا رهيب طبعا رفعت الداميج خنوريكم بالله كم داميج وصار نتوقع صار اكثر من 24000 حلو طبعا هانا قبشي انا مت طيب الي سويته خلف الكواليس اني سويت مزرعة وروضت بعض الديناصورات اللي يعني تفيدني داخل المزرعة مثل المروح والتوقع اسمها دونج دونج بيتل او او دقيقة ايو هذي طبعا دونج بيتل هذي هذي حطيت داخلها هذا الفيسز الله يكرمكم حلو نعطيها موف سبيد أو وزن عشان تقدر تتحرك ما تقدر تتحرك نهائيا أيوة تحركي طيب ودي أزرع أو يعني زرعت وصارت مشكلة وخربت والمحاصيل موجودة في البيت عموما طبعا هذه الأشياء لازم نحطها داخل الأشياء هذه الشباب هذول علشان يعني يحولونه إلى إلى فرتلايزد وفيه أصلا موزع جوال هذه لحد لما زرعت لكن رح أزرع إن شاء الله مع الأيام ومع الوقت عموما اليوم رايحين الشباب نحاول إشهد أو هذي النار اليوم يشب رايحين نحاول نجيب الأشياء الأساسية بالمود اللي هو المود الأنا ناكي طيب أول شيء أهم شيء طبعا لازم نروح للطاولة طاولة اللي هي الانفل الريبور اللي اسمها ريبورن أتوقع هذه ريبورن انفل بنش طبعا هذا الالفة بلد طبعا الالفة بلد والعلم عند الله لازم أذبح ديناصرات الالفة عشان يعطيني ليتش بلد بعد ما أذبح ديناصرات الالفة أسوي البلد هذا عندي بالطاولة هذه فبعد شوية رايحين نروح نذبح ديناصرات من الالفة وهذا إيش خلانسوه من الهائد يلا مو مشكلة طيب برضو يا شباب كتبتولي بالتعليقات أنا أشكركم صراحة على تفاعلكم بالمقطع الأخير في شخص اسمه هيكس كتب لي تعليق جدا ممتاز وراح أشوف التعليق هذا يعني أطبق التعليق هذا بالحلقة هذه اللي هو قال لي إني أصنع دروع من البرايم آآ تشيل علشان نروض الألفة لأنه الألفة ديناصرات تتروض بالبسف وأصلا ديناصرات الألفة كلها ديناصرات يعني هجومية منحتاج نسوي تشيل الأرمر تشيل أتوقع أنه تشيل تشيل والله ما أدري صراحة أنه تقصد يا هيكس لكن خشوف هل في عندنا تشيل خلنا أكتب بالأي سي أتش آه هو قال لي برايم تشيل ما أدري هل هو يعني يقصد هذي خلنا أكتب برايم وتشتن يا أخي قصة قصة المشكلة طيب مو مشكلة أنا أقول مشكلة وأقول مو مشكلة عادي 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 ودي أطلع وأذبح أي ديناصرات من ديناصرات الألفة لحد الآن ما ذبحت ولا ديناصر من الألفة فودنا نجرب مع بعض نذبح ديناصر من الألفة إن شاء الله يعني يكون سهل هذا إيش هذا استيقو آآ ودي أحدد على أي ديناصر من الألفة المشكلة إن منطقتي هذه ما فيها ديناصرات من الموت فلازم يعني مضطرين ندخل في فايندر ديلوكس وبرضي شباب صحيح بالتعلقات كتبتولي في ناس كثير كتب أسمائهم علشان أسميكم إذا روضنا الان بي سي هذول الناس إن شاء الله رح أسميكم عليهم بس خلونا شوية بس لحد الآن هنما روضنا شي ودي 29 ألف هذول كويسين هذول كويسين وقريبين وهي لهم ما هو كثير اللي هم المشكلة أخوية هذا بعكس الغريفن اللي موجود عندي بالبيت تقريبا مو بس بيت عنده 400 هذا 150 يعني ما هذاك الشي العظيم طيب خلينا نذبح الفليم أرجنتفس في قاتشا وفي هانا أليسوروس خلينا نذبحهم كلهم يا الله أوه أوه ليش كيف جاني أيوه والله جاني عنشنت هذه هذه نحتاجها وهذه أتوقع نحتاجها خلينا ناخذها وإيش نحتاج هذه برضو نحتاجها وبس لا دقيقة دقيقة أنا ودي الألفة الألفة وين هذا ألفة ما أنا شايف شي خلينا نفعل مو سبيد وش وإيش هذا بويزين خلينا نذبح شوف شي يعطيني أوه تردقون أتوقع دي نصرات المود هذا شك هنذبح ضربة أتوقع دي نصرات المود تعطيني الأنشنت هذا الأنشنت الأنشنت ما شوفو شفتو كيف أعطاني الأنشنت وعطاني تشتين وهايت خلونا نشوف الأرشنت لحد الآن ما جاني البلد أحتاج البلد أنا الها أوكي أحتاج البلد وين الصقر الصقر أربع د ألف ثلاثمئة يلا أولا 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 يرجع الدمج علي أوكي بس الله ستقون عاد مقدور عليهم خلن نذبح هذي خلن نذبح لأ طير الله 196 أوه لا 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 أنسى الموضوع خلاص سلام عليكم أحس أنه بدري بدري على الكيغا وبدري على الأمور هذه خلين نذبح لعله وعسى يعطيني البلد لحد الآن ما أدري كيف نجاب خلونا نستكشف نستكشف مع بعض هايوه حلو ماعطاني بلد غريبة هذا إيش خمسة مليون هذا سنو هذا إيش يا ساتر يخ كويين والله يخ كيف أجيب البلد البلد ما نعرف كيف أجيبه ما عندي أي فكرة إيش هذا يجيني إيش تربيوت إت سيم تو يوز وميك سامثين هذي تستخدم عشان تسوي شي شي معين مدري إيش ما يمديني أبدا أروض أي ديناصور إلا لما أجيب الدروع لكن في واحد من الشباب كتب لي برضو تعليق ممتاز كتب لي إذبح يا سلطان الزومبي دودو فخلينا نروح للزد تحت هذا هو زوم حتى اسمه زوم دودو هلهم موجود؟ والله موجود خلينا نروح عليهم ونذبحهم ونشوف راي يعطيني السيلفر تريت فإن شاء الله طبعا هذا التعليق اللي كتب لي يا ناس يسمو صراحة إن شاء الله يكون التعليق مصبوط مو مثل خوين الأول هكس الله يهدي ما أدي احتمال أني أنا مني فهم التعليق سامحنا الله يا ولد برايم ألف جيجا أوكي خلنا أخذ بالله الدروب هذا على السريع أوكي لاتس جو على الدودو خلينا بالله نمر نلقي نلقي السلام على الجيجا والله ما ضرأش وإني ما ضربته أتوقع أنه يسويلي دبل أي والهيل أوه هيل على السريع أتوقع أنه يسويلي يعني ماذا يسمونها يعني يعني يرد يرجع لي وأنا اليوم الثامن من رمضان والحمد لله مستمرين في التنزيل اليومي هل أروض هذا ولا آه ما يتروض أوكي نعطي ضربة أشوف آه إيش يا حبيبي و الله يضحك علينا هذا اللي قال لزومب ودودو مدري إيش ما أدري أنا ودي أشوف تعليقه مرة ثانية عشان أفهم هل أنا الغلطان ولا هو ما أدري أوكي أنا اللي غلطان حرفيا أنا اللي غلطان لازم أذبح شي إسمه سيلفر زوم دودو فخلينا نروح حرف الاس إشهاد دقيق إش اللي مات في شي مات الله في شي فتح عندي إشهاد يا الله إش اللي جاني جاني إش الأشياء غريبة ما أدري صلاتنا إش اللي جاني ما انتبهت لكن أتوقع إن وجاني إش الأشياء يعني عنشنت بيلت ها عطاني أربعمية إش اللي ذبحت وأنا ما انتبهت والله يا حرام يا حرام ما انتبهت ايش اللي ذبحته والله هنا ناسي والله ما انتبهتش اللي ذبحته الله اكبر يا شيخ لا لا يا ابني يا ابني ما هذا اللي يتفلسف سوبريم دودو ريبر اوكي الفليم غريفن ودع الملاعب حتى انا ودعت الملاعب بس انا عندي سريرة الغريفن ما عنده سرير اجوه قلين اخدت البد ولا لا الحمدلله همشيني اخدت البد طيب طبعا نفس الشخص اللي هي قال لي عن الدروع هو نفسه اللي كان يصرف لي عن الدودو فخلونا بالله نجيب هذا ايوه دقيقة انا كنت ادور عن ليتش بلد انا رحت جبت البلد مباشر يلا كويس يا كويس خنزل بالله الاغراض المهمة روح هذي برضو ما لها داعي طيب انا صراحة ما احب الفوضى خنزل كل شي بالصندوق هاذ هات السور وشكرا جزيلا اه خلين بالله نشوف الارمر لانه احتمال يكون هذا ايش لا هذا للبحر طيب يا شو بكل امانة موضوع الترويض انا ودن روضي نصور في ليش بشام consultation ديناسورات المتوحشة الدراك اوه اوه هوه ثلاثمئة ألف أوكي والله صاره الدايك ادرة ما هذا؟ مرنه غير يا اخي والله ودي اضربه والله ايه ودي اضربه بس بس القريفن اذاك مات وهذا قريفن ما في غيره فخلوني خلوني اكون شوية هادي ما ودي يخسر ديناصورات من الحلقة الرابعة والخامسة طيب يا شو ودي اخذ رايكم موضوع سري جدا جدا انا ملاحظ صراحة الشباب كلهم ما في مشاكل ما في احد يهجم ما في احد يسرق فوش رايكم ابدا انا لانو بيروا بكم اللعبة اذا ما كان فيها اكشن وفيها مشاكل ما تكون حلو اللعبة لذلك علموني بالتعليقات مين ودكم اهجم عليه اعطوني سيناريو يعني اعطوني فكرة يعني مثلا اعطوني فكرة اني اسويها عشان اهجم عليه ما هو اهجم عليه من دون سبب فخلونا نشوف بلاي ابدعاتكم وافكاركم وان شاء الله بدنا اذا كانت الفكرة رهيبة رايح اهجم مع الشخص اللي انتم تحدون طيب هذا تقديره مليون ودي اخذره معليش معليش ولي ليش مايتخدر كثير لا 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 تقدير ابدا ما ينفع مليون تقديره خير خير ان شاء الله مايتخدر مايتخدر مستحيل والله مستحيل يا شباب يعني استغفر الله مو مستحيل بس بس شوف هاض الشباب ضيفين موديل آرو هذي يخدر مئة ألف بس يحتاج الناركوتيك اسود بلاك ناركوتيك خلنكتب ناركوتيك طيب هذا ناركوتيك ايش يحتاج خمسمائة ناركوتيك عادي وش رايكم اروح اسوي عشرة اسهم توقع انو عندي عندي لحم خربان وعندي والله خلنوا انجرب خلولي بالله اضبط اموري خلف الكواليس وارجعلكم طبعا موضوع الشي اسمه هذا ما علقتولي ما كتبتولي كيف اسوي له سدل لحد الآن يعني ما نعرف شلوان اجيب له سدل عموما ان شاء الله بذلنا يا جباب بالنسبة لكم ثواني وارجعلكم اتوقع انو الكمية اللي معاي تكفي عشان نصنع لناها تقريبا ستة او سبع مادري انا سويت كمية وودي ازودها شوي عشان اسوي تقريبا عشر حبات ناركوتيك بلاك ان شاء الله يا رب بتكفي طيب للأسف الشديد كان ودي عشرة ولكن صارت شام ايه هيا خلنا نحطه على هذا البو كم قامة الى البو؟ 200 و شتو ثراته يا الله جيد معك برايميت انت ما معك برايميت هذاك مات ومو مشكلة الآن اخدر او اذبح ايد دنصور يعطيني برايميت هاذا ايش برونتو؟ انت انت اصلا انا ودي برونتو اوو دمه كثير والله ما انتبهت انه من المعصبين القويين هذول انس الموضوع هذا شوضع نحتاج ديناسور يعطيني برايميت عشان اروه هذاك يعطيه بس الجريفن يقهر دمجه 800 بس اه تصدقون عادي شباب الان اذكرت لازم اجيب معي اسهم من الامبروف هذي عرفتوها حلو عطاني 13 اوكي جبنا 13 من البرايميت انا ودنا ناخذ الاسهم انا طبعا نزلت اغراضي كلها بصندوق هذا ناخذ الاسهم الامبروف هذي 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 ليش انا اخذتها علشان هي تنزل الاكل تنزل الفوت طيب الان نروح لاست ريموت لوكيشن اشار يكون موجود خوينا طبعا الله يستر بس اضيع الاسهم الله يستر اوكي خوينا موجود في المنطقة هذي طبعا هو ماكس لفلا اه خمسمية وتسعين يعني ستمية كان ماكس ولكن ايوا ايش هذي سبعمية وخمسة مليون بوس اه بوس العالمي ايش في هناك ايش في عاصفة ايش فيه ايش فيه المترجم للقناة 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 محتاج Tunc ونصدر على المترجم للقناة نحن بأ육 корxe ايش يمديني نسوي هاذي كيف نسويها فايبر طيب هاذي لازم اروح اجمع فايبر و بلت و السوب وهاذي يمديني اتوقع اسوي انقط اوكي اتوقع لو يحتاج من المتل هذا اللي هو ستيل انقط 250 فحاليا قاعدين نسوي 250 يا الله يا اخي اقسم بالله انا ما يكهرني الا الا اغراض هاذي البسيطة اللي اي واحد يعرفها بلابت ارك فخلونا نجيب او بسيديا انا والله ودي اطلع بهذا بس اه مشكلة الشسمو ما في اه ما في اغراض اللي ستدلو هاذي يالله مو مشكلة عادية عادي نجمع الغراض على السريع ونرجع لكم بيدن الله خلينا ننزل القامة حطها قامة 2 و لتس جو اوكي شباب للأسف للأسف الشديد انا بس طلعت اجمع الوبسيديا واشياء البسيطة هاذي الاشياء العادية وقفت التصوير عشان ما اقترى يكون طويل يعني عرفاضي الفترة هذيك اللي انا راح اشيرها اصلا فقلت اوقف التصوير واروح واجمل اراض وارجع واسوي الانقوت ستل وابدأ التصوير مرة ثانية لكني فكرت ان التصوير شغال وكملت وامولي تمام وصويت السدل وركبته ولا ما ركبته لحد الان ما هي السدل وهذا هو السدل حلو اتأكدت انه يركب واخر شيء شفت اني ما قعد اتصور فالان بدأت اتصور يعني صراحة ان الرياكشن راه عليكم لكن ما مشكلة طيب سوينا السدل اخيرا سويته اخذ مني موارد الحليب هذا انا ليش ما احطه بالهادي خلينا نجرب مع بعض الفليم دريك على مين هدي اجربو كليكي مينش يسوي نار حرف السي حرف السي ما في شي بس هذي حرف الاكس كنترول اه ار ما في شي طيب نجربو على اخوينا هذا كم دم يجركب الشباب سبع تلاف لا اندخل الفتاك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة